الله عرفت اتنام يا أحمد مبارح؟ طبيعي وفي بطني بطيخة صيفي حالك اتفاقل أكثر من رائع مساء الخير على كل أهلوية مباراة في غاية الأهمية ويمكن مش هبالغ لو قلت أنه مطش الأهلي والودادة النهاردة ممكن يكون الأهم وممكن يكون الأصعب وممكن يكون الأكثر حسما في مشوار دوري الأبطال حلم النجمة التسعة يتحقق منه بنسبة 60 ل70 وكمان لو عايز تقول 80% من المشوار النهاردة في المغرب نجاح الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية يسهل بشكل كبير جدا ويقرب دوري أبطال أفريقيا من الجزيرة المباراتين اللي جايين إن شاء الله يقاموا على أرض مصر وصعب قوي أن البطولة تبقى على أرض مصر وتبقى بعيد عن دولاب بطولات الأهلي مساء الخير على حضراتكم مساء الخير والتفاقل لأنه حقيقة بيتهيق لي أنه 99% من جماهير النادي الأهلي مع نوياتها في السماء والأبطال النادي الأهلي بنقول إنه ما فيش حد لعب كورة ما فيش حد لمس كورة ما فيش حد شف نفسه الموهبة ما كانش هدف عنده إنه يلبس تيشرت النادي الأهلي في يوم الأيام لكن ده الهدف أما الحلم كل الحلم إنك أنت تصنع المجد مع النادي الأهلي وصناعة المجد بتحصل في اليوم اللي زي النهاردة خطوة مهمة جداً في مشوار كل لعب بطولة مهمة جداً هتضاف لرصيد كل لعب في حالة قدرتنا على تحيي الحلم بتلعبوا النهاردة وإنتوا شايلين أمال وأحلام وطموحات أكتر من 80 مليون أهلاوي وقفين في ظهركم وبيسندوكم حتى ولو ما كانوش موجودين معاكم في الملعب كل التوفيق لفرقة النادي الأهلي وحب أطمن جماهيرنا لأنه في الساعات الأخيرة في كلام كتير جداً عن كلام ليس له أي أساس من الصحة أنه في بعض اللعيبة ممكن يكون في إصابات كورونا أو يعني خضر الله طبعاً ده المتمنهوش لكن الأخبار المعكدة أنه إحنا الحمد لله فرقتنا سليمة جداً ومن أول لحظة وصلنا فيها المغرب الفريق معا فرق نادي أهلي معا فريق تعقيم متكامل بيعقم الأوتوبسات اللي بينتقل فيها اللعيبة بيعقم غرف الملابس الخاصة باللعيبة كل مكان بيتخول نادي الأهلي بيسبقوا ليه فرق التعقيم للإطمئنان وعلى سلامة اللعيبة